كما شهد رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيري الإسكان والتعليم العالي مرسم توقيع اتفاق سناد الجزء الثاني من الأعمال الاستشارية للإعداد لتصميمات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لأحد المكاتب اليابانية وقام بالتوقيع على الاتفاق رئيس الجامعة ومسؤولون مكتب بحضور سفير اليابان بالقاهرة وقد صرح السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب أشاد بإرادة القوية للانتهاء من إقامة منشآت ومباني الجامعة مؤكدا أنها أمل للطلاب المصريين بما تمثله من نهضة تعليمية كبرى من جانبه أكد سفير اليابان أن الجامعة تمثل مركز تعاون علمي بين مصر واليابان موضحا أنها ستسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة لمصر كما أكد وزير التعليم العلي أن هذا الفرع للجامعة يعد أول فرع لها خارج اليابان وأنها ستضيف الكثير لمجالات البحث العلمي داخل مصر ترجمة نانسي قنقر